الله على جميل الناكتس وحلاوته. حد يصدق ان الكمية دي كلها من ربع كيلو بس. ربع كيلو لحمة عملنا كمية الناكتس دي كلها. ما شاء الله. طحفة وجميل ومقرمش وجميل جدا. الله 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 الله. شايفين الجمال? يلا حبابي لو عايزين تعرفوا الفيديو ده. الناكتس هتعمل ازاي? ادخل الفيديو شوفو. عاملنا ازاي? وقبل ما نبدأ يلا نقول باسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسول الله ونصلي وسلم وبرك عليك يا سيدي يا رسول الله. ونقش نشوف الفيديو ده. الجمال ده عملنا ازاي? يلا بسم الله نبدأ وصفتنا حبابي. معنا هنا ربع كيلو فراخ مفرومة صدرة على وراك. معي بصلة صغيرة خالص كده وفلفلة حمراء فرمان فرمي نائم خالص ومصفية ميتهم. معي التوابل. حوالي خمس سلسطوم. بابريكة ملح فلفل كوزبارة ناشفة. آآآ بوهرات فراخ. كل المكونات دي هنقلبها على بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا هنا بقى بطاطساية. آآآ متوسطة كده. نهرسها كويس ونحطها عاديل. تقدر تستبدلي البطاطس بالبطاطس. او بالتوست. انا عملتوا قبل كده بالبصمات. فاقلت اجربوا المرة جي بالبطاطس. نهرسها بقى كده كويس حبابي وننقلب كل المكونات على بعضيها. خلاص كده بقى حبابي نحطها ايه على بعضيه كله. وناخده كده كله هي لبيلة كده ونحطه تاني في الكبة وناخده لفة كده بسيط عشان ندمن ان كل المكونات امتزكت مع بعضيها. نحط بقى كله تاني كده في الكبة ونضربه مع بعضيه ونرجع لكم تاني. البطاطساية ما تكونش كبيرة قوي. يعني ربع كيلو يخد بطاطساية وسط كده. او تلت كطع طوست. يلا نضربه حبابي كده ونرجع لكم نشوف هنكمل بقيت وصفتنا ازاي. كده حبابي خلاص كده. فرمت كله مع بعضيه وبيبقى ايه طري شوية كده وملزق نوعا ما. اه هنجيب بقى اي صانية عندك. هندهنها زيت ونفرده فيها. تقدر تشكله زي ما انتش عايزة باي اه شكل اللي حباه. بس انا هعمله المراجي في صانية وهنقطعه بالسكين. اه ممكن تستبدلي البصل اه والتوم بالبودر. انا عمدها فرش لان ده انا هعمله على طول مش هخزينه. لو انتش هتخزيني استحديمي البصل بودر والتوم بودر. نفردها بقى كويس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطه ونحطه فيها. نحط بقى كله كده حبابي تقدر تفرديه كده باديك او اه بالسباتيولا كويس تفرديه كله خليه كله متساوي. خلاص كده حبابي فردناه كويس في اللصانية بالسباتيولا كده. وتأكد انه كله اه كله اه سوا بعضيه. يعني مش حتة عقتي خينة وحطة الفيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده هنقطعه بقى بالسكينة. مربعات كده. كده بقى حبابي خلاص نروح نحط بقى في الفريزر ساعة كده ولا حاجة? على بال ما نكمل بقية اكلنا. هنعمل معاه مكرونة. آآ نسيبه بقى اجمد شوية. آآ في الفريزر عشان نعرف نتعامل معاه. وده حبابي خلاص شكله بعد بطلب الفريزر. آآ حطيته حوالي ساعة ونصف. هنفتحه كده من بعضيه. نشيله. بالراحة كده خالص. شايفين كده سمكو كده حلو قوي. معنا بقى ايه حبابي? معنا بطين وعليهم شوية لبن. حولي ربع كباية كده. وعليهم ملح وفلفل. نقلبهم كويس. معنا كمان جقيق ومعنا بقسمات. هنجيب بقى الناجدس كده نحطه في الجقيق الاول نعفره بالجقيق. وبعدين نحطه في البقسمات. في نحطه في البيض. بسم ده الرحمن رحيب. ونحطه على البقسمات. ونكون بقى مسخنين للزيت. نعمل كمان واحدة. نعفره كويس في الجقيق. وبعدين نحطه في البقسمات. في اليقبار طب بطلق. في البيض. لإله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طول ما نتوقف كده سباحي وذكوري ربنا. وبعدين نفع بقسمات. بسم الله الرحمن الرحيم. ونروح على الزيت على طول. طاسة بقى وفيها الزيت غزير كده. وعلى نار متوسطة. ونضع النججز. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ياخدوا اللون الذهبي ونطلعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياخدوا اللون الذهبي الجميل ده. ونطلعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. جميلة كده. وكده. هبا يكون خلص النججز بتاعنا باسهل طريقة وكمية قليلة. خالص عملت الربع كيلو بس عملت الكمية كلها. ما شاء الله يلا حبابي بقى لايك وشير ما تنسونيش من صالح دعاقكم وشير للفيديو علشان يوصل لكم يوصل لكل وسبسكرابي القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد أشوفكم على خير مع وصفة جديدة ان شاء الله